افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيفين أرقباج عيادة للصندوق بمنطقة سن العجوز بحضائق أكتوبر وتهدف العيادة لتقديم خدمات المشهورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجاناً مع متابعة الحالة وتقديم أوجه الرعاية الكاملة للمرضى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم السكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق الخاطرة غير الأمنة افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الوحدة الاجتماعية ومقر صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي وذلك بمنطقة سن العجوز بحضائق أكتوبر بالتنسيق مع الجمعية بنعمل قوافل طبية وبنقدم خدمات صحية للأطفال بنقدر نعرف المشكلات الموجودة عندهم الصحية الأكثر تداولاً جزء بنعالجهم وجزء بنوعي فيها عندنا أيضاً قوافل غذائية بنوزع ألف كرتونة واللي موجودين في المنطقة قرابة الألف وإن شاء الله بكرة هيعدوا الألف فعندنا ألف كرتونة عندنا ألف بطنية عندنا ألف مرتبة علشان نقدر نوزعها على الأسر الموجودين في المنطقة النهاردة إحنا بنفتتح العيادة رقم 6 في المناطق المطورة عندنا عيادات على مستوى مناطق الأصمرات ومنطقة الضواحي وبشار الخير ورودة السيدة والمحروصة والحقيقة أن هذه العيادات قدرت في خلال 2021 لاستقطاب ما يقرب من 6000 مريض إدمان ترددوا داخل هذه العيادات واستفادوا بخدمات علاج الإدمان كما تم إطلاق قافلة مساعدات غذائية وطبية وخدمات الوزارة لأهل المنطقة والتي تم تنصيقها مع الهلال الأحمر المصري وبنك الطعام ومؤسسة صناع الحياة حيث تستمر القافلة لمدة خمسة أيام بداية من اليوم وتستهدف ما يقرب من ألف أسر والله النهاردة إحنا دعونا كقطاع مدني بشرفنا أننا نبقى إيد مع وزارة التضامن في أي مكان يبراحين فيه والنهاردة إحنا جايين للقافلة الشاملة لرعاية أهل السكن البديل حضائيك أكتوبر يعني مبدئيا نحن بنوزع النهاردة ألف مساعدة غذائية وإن شاء الله كل ما يجي أهالي يسكنوا هنا أكتر حيلقونا هنا معهم أكتر برضو إن شاء الله النهاردة الحقيقة إحنا جايين بنعمل قافلة طبية شاملة بتخصصات مختلفة بنقدم لأهالي منطقة اسكن البديل خدمات صحية من تخصصات بطنة وعظام وأطفال وجلدية أدوية مجانية معمل الكشف عن كورونا بنقدم لهم توعية عن الإجراءات الاحترازية ومعاينة كمان بأدوات حماية شخصية بنوزعها مبادرات وقوافل وغيرها تقدم لسكان المناطق غير الآمنة وذلك من خلال تعاون مثمر لبناء الإنسان وتحقيقا للحياة الكريمة التي يستحقها المواطن المصري اشتركوا في القناة